هل اللي صرب ده كان قصده اه كلمات بصراحة يعني ازيد كابتن محمد عدل ما هو الكلام هو مين ما هو الكلام الكلام ان احنا ما نقدرش نرمل اتهمات جزافة لا لا مش نقول لا اسمها اه ما نقدرش ان احنا انتهيب حد بس في الاخر لما نوصل للشخصية هنعرف يعني ايه اللي وراها يعني نيته كان فيها ايه بالزبط نيته كان فيها هل انت عملها اه يعني شو عشان تكسب مبلغ من اعلامي طلع الحاجة وارد جدا عنده يحصل او انت عملها عشان ازيد حد وارد ده يحصل فالموضوع كل الناس بتسأل احنا على فكرة في الشارع في اي مكان في الشارع ناس بتسأل طيب اللي هيحصل الناس كلها بقى رأي عام الموضوع بقى رأي عام وناس كلها تسأل فلازم الموضوع ده يتقفل يعني اللي يفكر ان الموضوع ده هيتنسي مش هيتنسي طيب حراج دلوقتي مثلا عض في مجلس دارة اتحاد الكورة عندك اجتماع طارق بكرة والمفروض هيتم اتخاذ القرارات بشأن هذه الواقع اكتراحاتك هتبقى ايه اولا في تحقيقات حصلت هيجيبه التحقيقات ونوز الموصل لمن اللي صرب وبعدين تعلن الموضوع بمتاج شفافه واخد قرارات حاسمة المخطئ يعاقب لا مش هقولك هو ها يعمل في الاخر القرار اللي اتحادل مصري هو ما طبعا انا بقولك لو لو انت في المربخ التفاصيل فيه تفاصيل بتحصل مش معلنة فاللي دي هيبقى على التراويزة التفاصيل حاسمة كذا اللجنة الحكام دي هتستمر يعني الموضوع بقى صعب على يوم جدا الموضوع الفترة اللي جاي بقى صعب على يوم جدا صعب جدا حب صعب على يوم جدا حتى لو استمروا حب الموضوع صعب على يوم جدا الفترة اللي جاي انا مشفك عليهم واتمنى ان شاء الله حتى لو استمروا اتمنى الأسبوع التاني تعدى بخير لان الأسبوع التاني هيبقى على محاك اللجنة دي حتى لو استمرت فأتمنى لهم حتى لو استمروا ينجحوا أنا مش ضدهم والله بأي حالة لحوال العزن للمنظومة تنجح لكن الوضع بقى صعب بقى صعب بالأداء الزبوء الأول والأخطاء التحكمة اللي فيه وبقى صعب بالتسريب كمان يعني زاد الموضوع الصعوبة للموضوع التسريب ده فالأمر بقى صعب على اللجنة